موسيقى أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة فوت بليوس الذي يأتيكم عبر قناة البلاد في عدد اليوم سنناقش موضوع اعتصام لعبي اتحاد عن نابا السابقين للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية الاعتصام جرى اليوم صباح الثلاثة أمام مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي إبراهيم لمناقشة هذا الموضوع أتشرف باستضافة المدرب ناسيم صفراوي أهلا بك ناسيم أهلا وسهلا بارك الله فيك الاستضافة مرحبا بك ناسيم كما أسعد باستضافة المستشار القانوني في كرة القدم رشيد رجراج أهلا بك رشيد السلام عليكم شكرا الاستضافة مرحبا بك رشيد نبدأ معك رشيد قضية اتحاد عن نابا مستحقات لعبين القدمة اليوم يعني عرفت تصعيدا جديدا بخروج اللعبين في اعتصام أمام مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كيف ترى هذا الأمر الأمر هو أن القضية قضية طبقا لوائح الفيفا يعني قضية عادية قضية عادية يعني معالج هذه القضية يعني بصفة قانونية يعني قضية بسيطة بسيطة جدا ولكن تحولت وانا في بلادنا إلى قضية شائكة إلى قضية شائكة اليوم لازم تبعوا الأحداث الأحداث أن اللاعبين هدوما يعني في فترة انتقالات الصيفية شافوا أن اللاعبين الجدود لاتحاد عن نابا يعني أهلو والدو يعني أولادي اتحاد عن نابا يعني الليشانس رخص اللاعبين الجدود يعني قاموا بإجراءات على مستوى الفيدرالية وبالتحديد على مستوى المكتب الفيدرالي لأنه هو اللي كان يعني منع الأندية الأخرى من الانتدابات ومن سجل اللاعبين جدود يعني مش الانتدابات ولكن سجل اللاعبين جدود بعد ذلك قاموا بالإجراء القانوني اللي تنص عليه المادة 64 من لائحة الانرباط للفيفا يعني ملزمة ومطبقة في كل الاتحادات على المستوى العالمي بحيف يعني توجه مباشرة إلى اللارجينة الانضيبات على مستوى لاجهة الانضيبات للاتحاد الجزرين autour القادم اللي رأيض يعني على مستوى رابط كرة الأتمام المحترفة توجهوا رجه الانضيبات رجه الانضيبات يعني قبلك الملف تبقى لصلاحيتها على كل حال تبقى لصلاحيتها قبل تعني بالملف أعطت مدة أولية ودائما وفقا لما تنص عليه لمدة 4 وستين يعني موالا قانونية لنادي إتحاد عن نابا المهلة يعني عودوا زادوا أعطوهم يعني موالا ثانية دائما تبقى للوائح وهي يعني للموالا الأخيرة وبعد ذلك روجة الانديباط أخذ قرار لأنا يعني إلى حج الساعة اليوم من هذا ما فهم زال عني ما فهمتوش لما فهموا بعد وهو أنا زد تحولت هذا الملف إلى لوجنت سويت المنزعات على مستوى الاتحاد اللي هي اخذت قرار أن هذو اللاعبين يعني اتحاد عن نابا يودين لهذو اللاعبين برواطي بشاري يعني لوجنت الانديباط ما عنداش الحق باش تعود ترجع الملف إلى لوجنت سويت المنزعات على مستوى الفرح يعني ما عنداش الحق قانونيا أنا ترجع وش يقول له لو احل فيفا لو احل فيفا يقول أن اللاعب ولا للنادي اللي عنده قرار سواء في حالة عدل تنفيذه سواء أنه يعني يشتكي إلى لوجنت الانديباط ولا يعود إلى لوجنت سويت المنزعات يعني باش يخبرهم بعد التنفيذ القرار حتى يعني يقوموا بإجراءات قانونية بإجراءات قانونية لتنفيذ القرار ولكن لما اللاعب والنادي يختار لوجنت الانديباط فالنديباط ما عليها إلا أخذ قرارات تبقى للمدى 64 دائما أخذ قراراتها سواء أو المؤلاء بدأت بها سواء بخصم النقاط هي بخصم النقاط حتى الوصول إلى ملعب تسجيلات الجديدة والإجراء لم تقوم بالنديباط أنا إلى حد الآن ما زال ما فهمت على أي أساس على أي أساس لوجنت الانديباط يعني عود ترجعة الملف إلا لوجنت إذن هذا الملف يعني فيه خرقات منذ البداية وعدم تطبيق القوانين يعني ظاهرة منذ البداية نولي لك ناسيم القضية ربما تأخرت كثيرا قبل انطلاق الموسم ظهرت هذه القضية كان بإمكان الفاف والرابطة المحترفة لكوات القدم أن يكون حل ودي مع فريق اتحاد عن نبا وما تخليش القضية يعني تأخذ مجرى ويخرجوا حتى اللعبين حتى يعني للإحتجاج وهذا يسيء لسمعة القدم الجزائرية كما يقول لك مجرد يتبه معهم. يتابعون من راحلهم يتبهون من وضعهم وفيدرالية ويبدوا أنه لا يعمل من يتبهون المدينة في فتبولة لالجريا. لا يعمل بحاله. هؤلاء جهوار ومعلمون راشد بارك على بلوز هؤلاء جهوار يتبهون من قبل ويقفون مدينة لفيدرالية وهذا يتبهون من أجل ويقفون يتبهون من قبل لذلك جوار من حقه أنا جواري سويتي لفار هذه كانت في في الصيف مقبل ما يصرع هذا الانغاج من التعادي عن نابا وكذا كانت ما كانت سوي هذه الوضعية التحاب يعني باش من لحقوش لهذا المشاكل نعم رشيد اليوم في اعتسام اللعبين أمام مقر الاتحادية الجزائرية لكورة القدم كان فيه مشاهدنا الكرام تصريحات في مايكروفون قناة البلاد للزميلة نسيبا قرباج نشاهد ماذا قال اللعب في الحقيقة قضية الفيفا يعني عطونا لنميرو دوسي وان برسيب لسيما برش ان شاء الله تكون عندنا استطادرة معلومة نهائية ميلا تفاجأ انا قلت لك يخشينا الاتحادية السيارة السيارة استطادرة ورانا بالاتحاد عن نابا ضمن الفراق الممنوعة من الاستقدامات عندها يعني ديدات يفوقوا تصعم لاير واللاعبين يعني ولوا لاعب يعني يسووا لهم وضعية وقدروا يعني يسوي كما نقولها أهل اللاعبين يعني عكس الفراق الأخرى اللي منعت من الاستقدامات الاستقدامات اتحادية الجزائرية في لجنة المنزعات يقولوا انه ما عندها حتى الدخل ف هذه القضية هي عندها الدخل انه تفصل في قضايا التي جاءها من طرف اللاعبين ومنطرف المدربين يقولوا باللي مشي من الجيه التححم من الجيه الرابطة الرابطة يرى هم يقولون باللي مشي من الجيه الرابطة من الجيه الاتحادية يعني كل من كل جهات نبعتنا الجهة التانية. كل جهة طرمين الجهة التانية. وفي اخر الماطف يقول لك الامر هذا ما هو شبيد دناره. هو بيد رئيس الاتحادية الجزائرية لازم توجهه له تهدره معه. احنا باش دك ان توجهه رئيس الاتحادية ونهدره معه. ما نقدره شن توجهه له بيس كلا هو مغايب وراه في المغرب هو والامين العام مسيو ساعد. اه يعني تشوف سياسة الكيل بميكيالين دايما في قضية اتحاد عن نابا. وين مولودية العلمة ومولودية تواهران ممنوعين من الاستقدامات وفريق اتحاد عن نابا مسموح بالاستقدام اللاعبين يعني ولي عودنا ولينا نقطة الصفر نقطة البداية اللي كانت في الصيف اللي ما خلوش الفرق تستقدم اللاعبين واستقدمت اتحاد عن نابا. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله الاتحادية ما تفطن في الامر هذا وما تعملش بسياس الكيل بميكيالين وإلا نحن نتوجه طولق واحدة اخرى. شكرا لزميلة نسيبة قرباج راشيد تابعنا تصريحات اللاعبين قال لك انه توجهوا للفيفا. الفيفا يعني قطلهم ارقام الملفات تحهم. هل ترى ان الفيفا ستتدخل وتصلت عقوبات على الاتحادية التي فشلت الى حد الان في ايجاد حلول في هذه القضية. الفيفا بش يكون عندها تدخل مباشر في القضية يعني ما بيغتش يكون عندها تدخل مباشر في القضية. قدرى مثلا اه دوجه مسألة الاتحاد. دوجه مسألة الاتحاد ولكن لو كان يعني عندهم مهمة محامي ولا عندهم محامين يعني كي يروح يقرؤوا المادة المادة 64. واجبت كان يعني عندما لوجهنة الانضباط عودت تحولت الملف. عودت تحولت يطعنوا في هذا في هذا القرار على مستوى محكمة التحكم الرياضي. يعني على مستوى الطس هنا في جزائر العاصمة. مع لبريشة كان داروا الاجراء على حسب مرنين فهم ما داروش يعني ما داروش. اما الفيفا. الفيفا فيما يقول شوف نعطيك مثال. أعطيت كومباغيزون نعطيك مثال. كان اللعبوا يلعب في موليت بيجاي مالي كتوري اللي هو مالي مالي الجنسية. كان يلعب في النادي الافريقي التونسي. عنده اشكال منذ 2016 مع النادي الافريقي التونسي. وضع الملف تاعه على مستوى الوجين تسوية النزاعات تعالفيفا. تعالفيفا اللي اخذت قرارها في اكتوبر 2018 اخذت القرار. كان عندهم شهر بين القرار من الفذوش. محامي اللاعب اكتب الى لوجينة الانضباط للفيفا اليوم النادي الافريقي رغم من الاستقدامة في هذه الفترة لقاضية حكيمة عليها في شهر اكتوبر المنصر. اللي يقتديو بهذه الشيادة. يقتديو بهذه الشيادة. لان نفس القانون اللي الطبقات والفيفا هو نفسه ليطبق ولا في الجزائر ولا في الدول الاخرى. يقتديو. او هذا كتحوسوا انكات جوليسبريدونس. نقولوا ما تعرفوش كيفاش تسيروا هذه القضية هذه. ما تعرفوش كيفاش تدرسوا هذه القضية هذه. ما تعرفوش كيفاش تعطيولها. الساند القانوني تعالى هذه القضية. او كان او كان سوابق او كان اجتهاد. روحوا جيبوا. جيبوا اكتحاد عن نابا. رغم انه يعاني من الديون. هذا الامر حددت الان في الميركاتو الشيطوي. وحددت من قبل في الميركاتو الصيفي. وزاد دراحي الله عبدالرحي قال لك احنا داخلوا اليوم راحوا شافوا واحد في الوجينة تسويت المنازعات. قالوا لهم احنا احطينا اتحاد عن نابا ضمن جدول الاندية لمنعهم من الاستقدامات. من الاستقدامات. يعني هنا علامة استفهام كبيرة. استفهام كان معنيين بالامر. يجب ان يجاوبون عليهم. كان معنيين بالامر. فيه تعتقد خروقات قانونية في هذا الوقت. لا الخروقات شوف في تسير الملف فيه عدة خروقات قانونية. منذ البداية. في تسير الملف في عدة خروقات قانونية. لا. مش منذ البداية. احنا قلنا مدام اللاعبين كانوا ما زال ما راحوش الى رجل الانضباط. القضية القضية انالية كانت حبر على ورق بركي. كانت كتابات واقاوين. ولكن لما راحوا شكاوا الى رجل الانضباط بان هناك قرار قرارات صديرة على رجل تسويت المنازعات منذ عشر سنين. لم تنفذ. لم تنفذ. من هنا بدأت الاجراءات القانونية الحقيقية اللي تنس عليها نوائح الفيفا. فيما يخص تبعت عدل تنفيذ. قرارات لجان سويت المنازعات او محاكم تحكيم الرياضي. بدأوا بدل الاجراء. نعموا ما راحوا الانضباط. الى يوم اتحاد بوليدة. اتحاد الحراش. رعاية القبة. وحتى في الميركات الشتوي هناك انديا حرمت من الاستقدامات بسبب الديون. الا انه اتحاد عن نبا مسموح له ان ينتدي با صيفا وشتاءا ويؤهل ويؤهل اللي يعد لجدد. اشتركوا لكم حولاتنا. فشتركوا لكم على المرض. يجب أن يكون في أكتوبر. عندهم شرن يفضوها من الفضوهات. اليوم في جنويل ودبين ديسمبر. لأن الإفريقي لا يمكن أن يجيب العائبين. ويجيب العائبين في قضيات تخيذها في أخير أكتوبر. هذا الدوصي يصبح من 10 عام كساتران. هذا الأفر على الجوار. هذا الجوار. هذا الجوار الذين يفضلوا يفضلوا الأمام والتختيجية. هذا الجوار الذي يبدو أن تروني. يجب ان تقاعد النابل. يجب ان يصلوا إلى الدوصيات. ويجب ان يكون الجواركية بطاقة الطريقة. هذا الجوار. هذا الجوار يفضلون. ويجيب أن يتم الإنقاء من الأمر. حين أن يكون هناك السيارة. وعندما أنه يجب مع THEP. بأن هذه الدوصيات يجب الأمر. لا لا لا، ما يمكن ان يكون في الاماتور؟ كان قادر يخرج، لكن يبدو الاماتور، الديون يبقوا ديون لا، ما كانوا بالك لابلك، لا تلحقوا بالبطار لديهم ذكاء اربما ما كانت تلحق الوضعية؟ ربما، ولم تلحق، ولكن حتى نادي ذك يروح الاماتور أو الانتراج، يروح منحب، الديون يبقوا في عدد تخلصين في فضل المسائرات والتعلمات بكاتة العربية لقد منزرهم أماتها كانت هناك ونوارس منه يزال ونائب الرئيس ومهما ومثلين الأندية سوى اللاعبين من الثلاثة إلى العشرين لقد تهما أمر إنه جميع الأندية سوى اللاعبين نعطيتها إنها الموظف بكاتة العربية بين الأندية و اللاعبين إلا النزاعات بين الاندي واللعبين في الجزائر أعتبر لها صراحية باش تدرس النزاعات بين المدربين والانديا مثلا في الفيفا سيلا كوميسون ساتو الجوار هي اللي تقوم بهذا يعني بدراسة ملفات للمدربين ما أنا أنا قلت لك الإجراءات لو كان منهار راحوشكاو هذا كان بدراسة للاعبين لإجراءاتهم القانوني الصحيح لو كان من ذلك الوقت إليه من هذا نورمون رلطفينة طونا صفحاتي أرشيد هل يحق للمكتب الفيدرالي أن يصدر قرارات بمنع الأندية من الاستخدامات؟ يعني قانونيا لا قانونيا المكتب الفيدرالي مع نشارة صلاحية اليوم ولكن عنده صلاحية ولكن عن طريق من؟ عن طريق لوجه نتسويت المنزعات يعني هذا سيانة مون دمون ليجاب في الموضمين اللي فاتنا عن الفيفا موضمين دميل ديزويت لوجه نتسويت ولكن لوجه نتسويت المنزعات لا شوحدها لما معني بالأمر اللي عنده قرار في صالحيه يروح يقول لهم أو القرار لم ينفذ اليوم من هذا رغم فوات المولا القرار لم ينفذ يقدر يرجح إلى سيارل وحتى سيارل لا تفوتوش بيروفيدرال هي تأخذ القرار مباشرة أو تحيله إلى لجهة الاندباط لا لا هي تأخذ القرار هي قدرت أخذ القرار ولكن سيارل في قراراتها لا يوجد تأخذ القرارات لا يوجد تأخذ القرارات وهذه هي تأخذ القرارات لجهة الاندباط نعم ناسيم نقول لك المكتب الفيدرالي والمكتب المسير للرابطة الوطنية هل تعتقد أن قلة خبرة المكتب الفيدرالي يعني هو معين منذ سنة أو أكثر والمكتب المسير للرابطة هل تعتقد أن قلة الخبرة هذه ساهمت في تأزم هذا الوضع؟ لا شخص في القرارات أكثر ومثلين من الأفضل ولكن اللغة لا يوجدت سنة لفيدرالي والمكتب المسير الدور أعتقد أن هذه الوضعات et تزال حيث قليلاً وكما تقول أن الوضعات وكما يشك في القرارات والحمد التي تقبلها بشكل جيد أو تعمل العب عليهم هما ولا تشغل نفرض عليهم بسكالايته ميدياتيزي بزاف ومبعد زادت خرجت معاها هذي تاع ديبوت سيزون اللي كلاب اللي ممنوع لهم بشير ولي عنده ليدات وهم يزافي ديجا رو كريتي عن نابا وما كان عندهم ليدات وشبونس كهذي قاعتي كيلي زادت أزمت هذي الوضع على الاتحاد معاملت اتحاد عن نابا معاملة خاصة يعني وتسليت عقوبة على الانديا الأخرى هي التي يعني زادت طينا بلا رشيد واش تتوقع المستقبل في هذي القضية يعني والله يعني أنا ما نتوقع شانا ندير يعني النداء أنهم يعني يولي يعني الإجراءات القانونية صحيحة ماش ماش تشوف اللاعبين هدو أمام باب الاتحاد يعني في اعتصام صورة صورة تسيء لسمعة كورت قدم جزائرية صورة تسيء جدا لسمعة كورت قدم جزائرية يعني الإجراءات رأي سهلة إجراءات رأي سهلة وما تدريش على الخبرة ولا طرح الاتحاد ولا الرابطة مش عدى المنتخبين هما اللي سيروا اللي سيروا هما يعني كين عمال في الاتحاد وكين سواء في الاتحاد ولا في الرابطة يالدي بارت مان جيريدي نعم هذه خدمتهم هذه جال قانون هذه خدمتهم هذه خدمتهم وين تغيب لهم؟ هما اللي وضحوا لهم هما اللي وضحوا لهم يعني وين تغيب لهم بس حدوك باش نبدأو نبقاو في في حلقة مفرغة حلقة مفرغة حلقة مفرغة إلى يوم من هذا منذ يعني من بدأت الضجة على هذه القضية إلى يوم من هذا ما زال ما خلناش الكلمة للقانون والسيادة للقانون والقوانين واللوائح يعني موجودة نعم والقضية أخذت منعرجا آخر فيها حرب كلامية فيه يعني حتى تبادل التهم بين مسيرين وجبت شي هذا وجبت شي هذا لأننا بتعدنا عن القانون هذا ما كان هو اللي جاب لأتقويلات كلها نعم شكرا لك رشيد شكرا لك نسيم صفراوي مدرب مدرب أمل بسعدة السابق ورشيد رجارج المستشار القانوني في كرة القدم نتمنى أن تحل هذه القضية لأن فريق اتحاد عن نابا فريق كبير ولا يستحق ما يعني ما يجرى له مشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد نلتقي في أعداد قادمة مع مواضيع أخرى بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة